الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين نفتة هذه الجمعة الطيبة الجمعة التاسعة والخمسين على التوالي جمعة الوفاء الوفاء لا لخيانة دماء الشهداء بأيات بينات للقرآن الكريم يتلو على مسامعكم القارئ عبد الفتاح ميدا فليتفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الله أكبر 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 ولله الحمد نفتتح كلمات هذه الجمعة الطيبة وقبل أن أقدم أول الكلمات نترحم على أرواح شهداء الوطن وشهداء الواجب الذين سقطوا إذر الهجوم الذي تعرضت له تعرضت له سجن معيتيقة ومطار معيتيقة كما نقدم المؤساة والعون لقوة الردع الخاصة نسأل الله أن يتقبل شهدائنا في جنات الأليين بعون الله ما يمشي شباه دم الشهداء ما يمشي شباه 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 الله أكبر ولله الحمد نقول لكل المتأمرين ودواعش الأسلام طرابلس لن تبقى بنغازي الثانية بعون الله نفتتح أول كلمات هذه الجمعة بكلمة لساحة الخمسة الحبيبة يلقيها الشيخ محمد أبو صفح فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هذه التورة تورة التكبير ونحن في هذه الأيام العشر أيام التكبير والتهليل والتحميد نقول ونكبر الله أكبر ما كبر المكبرون الله أكبر ما صلى المصلون الله أكبر ما جاهد المجاهدون الله أكبر ما تبت التابتون الله أكبر ما أخلص المخلصون الله أكبر من دحر المندحرون والمنهزمون الله أكبر ما سقطت جيف المتآمرين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر ما دعا الداعون الله أكبر ما تعالت كلمات الله أكبر في كل وقت وحين الله أكبر على الخونة والمرتجفين الله أكبر على من خان الوطن والدين فإننا لا نقبل الدنية في ديننا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحييكم أيها الأخوة الأحرار الشرفاء التابتون على الحق المرابطون في هذه الساعة وهذا يندل على شيء فإنما يدل على الإيمان بهذا المبدأ وبهذه القضية قضية دين وقضية وطن باسم توار وأحرار مدينة الخمس نؤكد على التوابط لتورة السابع عشر من فبراير التي جاهد من أجلها المجاهدون والتي ناضل من أجلها المناضلون والتي سالت بسببها دماء الشهداء والمخلصين نقول في هذه الساحة ساحة ميدان الشهداء بمدينة طرابلس لمن أراد أن يضيع ويفرط نقول لهم سواء كان في الحوار أو غير الحوار تذكروا دماء الشهداء تذكروا آنات الأمهات والتكالى والأيتام والأرامل تذكروا الأطراف التي قطعت والدماء التي أزهقت والرجال الذين فقدوا والأعراض التي انتهكت هل قدم كل هذا حتى يعود بنا إلى زمن الاستبداد والدكتورية والعسكرية المتخلفة التي والله ما حكمت شعب ولا دولة إلا عمها الفساد والظلم والاستبداد وإننا من هذا الموقف ومن هذا المكان نؤكد أنه لا عودة للاستبداد لا عودة للدكتورية لا عودة للعسكر مهما كلف ذلك من ثمن وإن طال النضال وإن طال النضال نقول لإخواننا في الصف الآخر ممن كانوا مع السبعة شبراير تذكروا وأفيقوا مما أنتم فيه هل قام السبعة شبراير لإزاعة نظام طاغوتي جتم على البلاد والعباد نظام عسكري قمعي استبداد لنعيد مرة أخرى نفس النظام وبتوب آخر نظام عسكري استبداد ظالم والله لن نقبل هذا وإن طال النضال وإن طال الجهاد فلتذكروا هذا وليتذكر هذا كل من هو يديرون الحوار من المعتمر الوطني أو من النخب أو من البلديات أو غير ذلك وإن كان لنا رأي في البلديات ومشاركتها في هذا في هذا الحوار إذا كان هذا الحوار يحقق أهداف وتوابة السابع عشر من فبراير فنعم بهذا الحوار ونقبل به لكن إذا كان يعيد هذه الطغمة الاستبدادية ويعيد أركان ورموز النظام السابق فإن هذا خيانة وانحسار والتفاف على هذا الحوار وما هو بحوار الذين خسروا في الساحات يريد أن يعودوا به عن طريق الحوار الحوار الذي لا يستند إلى حكم المحكمة وللاعتراب بحكومة الإنقاذ وبالمعتمر الوطني وبهذه التوابط لا حوار فيه أو لا خير فيه إذا كانوا يقعون في المحكمة ويرفضون حكم المحكمة العليا التي أصدرت الحكم العادل في ذلك البرلمان الخايم ذلك البرلمان الذي استعد واستدعى علينا الآخرين ماذا بقى لليبيا ماذا بقى لليبيا وإلى من نحتكم صدعوا رؤوسنا بإقامة الدولة المدنية ودولة المؤسسات ودولة القانون فأين هم من هذا كله الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أنهم ينفدون مؤامرة يا أخواننا هؤلاء الطرف الآخر ينفدون مؤامرة مؤامرة ضد 17 براير لاقتلاع والقضاء على 17 براير لكن بإذن الله والله لن يفلحوا والله لن يفلحوا ما دام في ليبيا رجال وما دام في ليبيا توار وما دام في ليبيا من يرفع في وجوه هؤلاء الظالمين السلاح حتى تنتصر هذه التورة حتى تنتصر هذه التورة ترجمة نانسي قنقر